ص standard, amen. مشاهدةنا ومشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا دقة قلب. والنهاردة موضوع حلقتنا علاقة طب الأسنان بأمراض الجسم. ومعنا الدكتور لمشرفنا في الاستوديو دكتور وليد عدنان أخصائي طب جراحة الفم والأسنان واللي هنتكلم معاه باستفادة عن علاقة طب الأسنان بأمراض الجسد. أهلا بيك يا دكتور منوارنا. كل سنة وحضرتك طيد. النهاردة موضوع حلقتنا عن علاقة طب الأسنان بصحة الجسم عايزين نعرف باستفادة عن الموضوع ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة عايزين نوضح نقطة مهمة وهي أنه المريض لما بيدخل لدكتور الأسنان دكتور الأسنان ما بياخدش بقه برة يصلحه ويرجعه تاني مهم جدا نعرف أن الفم والأسنان جزء من منظومة كاملة في الجسم ناس كتير مش واخدة بالها من القصة دي فبالتالي بتتأثر وتؤثر بتأثر في الجسم وتتأثر بيه وأي مريض بيدخل عيادة أسنان ممكن يكون عنده أمراض مهمة لازم طبيب الأسنان يسأل عنها وياخد باله منها ويعرف إزاي يتعامل معها وإحنا عايزين ننمي الوعي ده عند المرضى لأنه بعض الأطباء للأسف ما بياخدوش باله وما بيسألوش وبتكون لده نتائج سيئة فلازم المريض ينبه الطبيب أحيانا أنه عنده كذا أو كذا أو كذا بحيث أنه الطبيب يبدأ ياخد الاحتياطات الكافية لأي أمر طبعا الأمراض المهمة جدا في الموضوع ده واللي ممكن يكون لها دخل بالأسنان على رأسها طبعا مرض السكر اللي هو ارتفاع نسبة السكر في الدم وفيه أمراض القلب طبعا بأنواعها اللي هي قصور في الشريان التاجي أو الغلاطات أو الحمى روماتيزمية وما يتسبب فيها من تلف الصمامات أو كذا الحاجات دي برضو لها تعاملات خاصة زيادة الإفراز في الغدد زي الغدد الدرقية أو التأثير على الغدد القدرية اللي بتطلع الهرمون اللي هو يعتبر زي الكورتزون وبيتأثر به طبعا المريض ولازم طبيب الأسنان ياخد باله جدا من القصص دي بعض أنواع الحساسية اللي لازم الطبيب ياخد باله إذا كان عنده حساسية الأدوية معينة فيتجنبها كمان القصور الكلوي أو الكبدي كل الحاجات دي كلها من الحياة أكيد طبعا والأنيميا والسيولة والأدوية معينة للسيولة يعني فالكلام ده كله مهم جدا أنه لازم الطبيب يواخد باله منه ويتعامل معاه بحرص شديد عشان ما يأثرش على المريض تأثير سلبي أثناء ما هو بيعالجه لأن احنا في شغلنا في عندنا جزء يتعلق بالجراحة فيه طبعا نزف للدم أحيانا فيه كمان جزء يتعلق بالإنفكشن أو العدوى انتقال الأمراض أو البكتيريا اللي ممكن تنزل في الدم وتعمل مشاكل في المناعة ففيه حاجات كتير أمراض كتير بتأثر على الحاجات دي فلازم نكونوا أخذين بعدين الفم فيه لسة أنسجة وفيه عضم زي عضم الفك فلو مرض يأثر على العضم هتلاقي الفك متأثر لو مرض يأثر على الأوعية الدموية هتلاقي الفم متأثر من خلال الأوعية الدموية الأعصاب الحاجات دي كلها فعشان كده طبعا مسألة في غاية الأهمية يعني دكتور أمراض الأسنان ليها تأثير كبير على الجسد بصحة الجسد ما أنا لسه بقول فعلا فيه منظومة متكاملة بين الأسنان والجسم ومريض السكر لما بيدخل مثلا لطبيب الأسنان هنا وانس إن دكتور عارف إن فيه سكر يبقى لازم يتعامل بشكل مختلف عن لو هو يتعامل عادي يبدأ ياخد باله السكر ده عالي بنسبة قد إيه متزبط ولا لأ المريض ده واكل كويس ولا لأ في اليوم ده واخد الدواء بتاعه ولا لأ يبقى عارف كمان السكر ده بقى له قد إيه مع المريض هل هو جديد ولا من زمان ولو من زمان يبقى فيه تأثيرات والتأثيرات دي لازم أخد بالي منها علشان أنا عارف أن مريض السكر ده بدل بقى له سكر عنده السكر عنده بقى له فترة يبقى المناعة بتاعته مش كويسة يبقى التقامل جروح مش كويس مش كويس يبقى أنا بأخد بالي ممكن أدي مضادات حيوية ممكن أخلي بالي وأنا بحث حتى كمان لما بيجي يعالجه بالأدوية لازم يشوف الدواء اللي هو بيتعالج منه من السكر سواء أنسولين أو التابلت على أساسه بيدي الدواء اللي هو بيناسب الحالة بتاعته أكيد طبعا أكيد أي ده الانتراكشن ساعة الأدوية دي حاجة مهمة جدا لازم كل دكتور يبقى عارف الدواء اللي بيكتبه هل ليه تأثير على الحالة الصحية بتاعت المريض ولا لأ ممكن المريض يبقى داخل بيشتكي مثلا من التابات في الأطراف العصبية بالنسبة لللسان أو كده ويكون السبب الرئيسي لده السكر والدكتور لو مش عارف إن ده عنده سكر ممكن يبدأ يدور حاجات تانية قال بالضبط فبالتالي هي لازم نبقى عارفين مرض السكر من أهم الحاجات بتأثر على العضب ممكن تسبب تأكل في العظام وتسبب خلخلة في الأسنان ممكن تسبب عدم التأم الجروح لو خلعته وبعدين ما خدتش احتياطاتي كويس أو السكر كان عالي جدا ممكن الجرح ما يلمش بسهول وبالتالي يتلوس وبعدين يعمل لي مشاكل كبيرة فمريض السكر من أهم المرضى وخصوصا مرض السكر منتشر أكيد فطبعا مريض السكر من أهم المرضى اللي بيدخلوا عيادة الأسنان والتعامل مع مريض السكر بيبقى بحرص بحرص وفي نفس الوقت أنا ضد فكرة إنه مريض السكر ما يتعالجش أو إن أنا مشي وأقوله أنت عندك سكر لا أكيد طبعا لازم بيكون عارف النسبة قد إيه ولو النسبة معقولة بعمل كنترول وبسيطر لكن وباخد بيه لو النسبة عالية جدا طبعا بأجله لغاية لما النسبة تبدأ تتزبط بس يا دكتور كمان السكر بيأثر على الأسنان كتير جدا يعني فيه ناس سنانها بتقع وبتفقد سنانها بشكل غير طبيعي يعني على أساس نسبة السكر عندها عالية ولا لا؟ طبعا أصل السكر بيأثر على العظام بتاعت الفك وعظام الفك لما تبدأ تتآكل والأربطة كمان اللي هي بتاعة الأربطة اللي بتاعة في اللاسة فده بيأثر على الأسنان وبيخليها تتحرك كمان الالتهابات الطرفية بتخلي اللسان أو اللاسة باستمرار منتهبة الناس بيبقى أسرع وأسهل لما يكون اللاسة مهملة مع مريض السكر فمريض السكر طبعا آه لا مشاكل الأسنان عنده بتبان أوضح من المريض العالي أوضح من أي مريض يعني عنده مرة تانية يعني اللي عنده مثلا جلطة أو اللي عنده ضغط عالي أو أي مرة تانية مريض السكر وبيبقى أخطر مريض أكيد أكيد وبرضه بالنسبة لأمراض القلب لما نيجي نتكلم عنها وفي نقطة مهمة حنا عندنا حاجة اسمها الحمار روماتيزمية الحمار روماتيزمية دي أساسا هو ميكروب بييجي في الحلق والميكروب ده بيبدأ يأثر على الجسم بشكل ما وعلى العظام وعلى كده لكن الحمار روماتيزمية دي لما المريض بيصاب بيها أحيانا في الطفولة ممكن بتسبب حاجة في الصمامات بتاعت القلب بنقول عليها خشونة في الصمامات بتاعت القلب فالصمامة بقاش ناعم زي الطبيعي فلما بنيجي بعد كده نخلع لمريض كان عنده هستوري لحمار روماتيزمية كمية البكتيريا اللي بتنزل في الدم بتبقى كبيرة بعد الخلع بتنزل المفترض الطبيعي أنها تتزحلع على الصمامات دي عادي لما الصمام يبقى خش النتيجة للهستوري ده البكتيريا بتقف على الصمام لما بتقف تبدأ تاكل فيه وتدمره وبننقل على حالة تانية اسمها اندوكاردايتس الانفكتف اندوكاردايتس ده يعني بدأ الصمام يتلف هنا أنا بدخل يعني أنا كطبيب أسنان ما خدتش بالي من هستوري الروماتيك فيفر أو الحمار روماتيزمية فتسببت له في تلف الصمام ودخلته في قصة تانية أكبر بكتير لو أنا ما سألتش والمريض طبعا ما بيبقاش عارف لازم الدكتور هو يعني يعمل لو مفترض نوعي ياخد الإجراءات الطبية قبل ما يتوجه لدكتور الأسنان لا وحتى دكتور الأسنان نفسه الدكتور الأسنان لازم يكون عنده جهاز ضغط لازم يكون عنده معلومات وافية وكافية وعنده حاجات الامرجنسي كلها اللي ممكن ينقذ بها المريض لو حصل له أي مشكلة يا جماعة دكتور الأسنان طبيب مش صنايعي دكتور الأسنان لازم يكون عنده كل الحاجات اللي تسهله المسألة والتشخيص كمان أه طبعا طبعا إحنا مش عشان كده بقولك إحنا مش بناخد البق نصلاحه ونرجعه صح إحنا متعامل مع مريض عشان كده هو في حكمة بتقول إيه أنا مش بعالج سنان أنا بعالج مريض عنده أسنان يعني أنا بعالج المريض مش بعالج الأسنان في حد ذاته صح فطبعا الفكرة مهمة مريض الحمر روماتيزمية ده لازم بياخد كفر من أنتيبيوتك قبل الخلع بساعة أو ساعة ونص عشان خاطر يبقى فيه كمية أنتيبيوتك موجودة خط دفاع أول ما تنزل البكتيريا دي تتضرب فورا ما تلحقش توقف تتلف السمو تمام وللأسف مش كتير من الدكاترة بياخد بيرهم القصة دي وبيسأل عليها وبينبه ليها طب دي معلش يا دكتور بدون قطع كلامك الدكتور الأسنان لو هو عاوز يعرف أن المريض ده عنده حمر روماتيزمية يعني لازم بيعمل اللي بيطلب منه فحوصات معينة قبل ما يبتدي يشخص حالته شوف يا حضرتك هو دي ده مش عملية يعني عشان كل مريض تطلبي منه تشيك أب كامل أو فايل طبعا هو في البلاد اللي بتهتم بحطة تأمين الصحي بيبقى طبعا لكل مريض أورادي فايل وبييجي بيه لأي دكتور رايح به والدكتور يفتح الفايل يعرف كل حاجة طيب لو إحنا عندنا هنا مثلا مريض راح عشان يعالج أسنانه وهو ممكن الدكتور بيسأله إيه عندي سكر ودخل بس هو ما يعرفش بأنه عنده حاجة تالتة فقال الدكتور يقدر يعني لا ما أصلي هو الحمر روماتيزمية دي علشان تتشخص لازم يكون المريض عارف بيها قبل كده يعني بيكون لها تحليل وبعدين علاج وبياخد بنسلين طويل المفعول لو طبعا المريض ما يعرفش وكان عنده ما يعرفش وهو مش واعي ومش داريان طبعا هتبقى مشكلة يعني لو هو ما عندهوش واعي أو ما عندهوش علم إنه هو عنده ممكن كله يقع فيها الدكتور والمريض وكل حاجة لذلك المسألة مش مسئولية المريض لوحده ولا الدكتور لوحده مسئولية مجتمع كامل مسئولية يعني منظومة سيستم إنه لازم نبقى عاملين سيستم كل مريض له فايل ومربوط على سيستم ومعروف حالته بالكامل عشان لما يروح للدكتور الدكتور يقدر يعرف الوعي لازم نوعي الناس ليه فطرت الموضوع ده علشان أنا بحس من خلال تعاملي إحنا ما عندناش وعي صحي أصلا الوعي مش موجود كفاية للأسف والناس مش فهمة لدرجة إنه لما تيجي يعني يلاقوا عند جهاز ضغط في العيادة استغربوا جد دكتور أسنان وعنده جهاز ضغط ده أنت لازم تكون عنده جهاز ضغط ده ما ينفعش ما يكونش عنده جهاز ضغط عارف كل الأمراض اللي احنا منتكلم فيها دي العامل المشترك فيها والخطورة الحقيقية منها الاسترس اللي بيصيب مريض الأسنان ما بيقعد على الكورس السكر لما بيجي له استرس بيرتفع السكر فجأة ممكن يحصل مشاكل الضغط كذلك مشاكل القلب الغدة الدرقية الكورتزون لما بيكون المريض بيطعطى كورتزون كل الحاجات دي الاسترس هو العامل الرئيسي فيها لذلك لازم طويل الأسنان يقلل لازم يحصل مضاعفات أصلا آه طبعا لازم يقلل الاسترس ولازم يبقى جاهز لو حصل نتيجة الاسترس إزاي يتصرف إزاي يحقن حاجة معينة مطلوبة إزاي يقيد ضغطه ويتصرف ويشوف الضغط قد إيه إزاي يسنب إزاي يتصرف مع مريض السكر لو جات له ارتفاع في السكر مفاجئ لو جات له نوع في السكر وهو عنده يقدر يعمل إيه لازم طبعا ما يبعدش يجيب دكتور ما ينفعش يعني أنت المريض عندك في العيادة أنت مسؤول عنه بالكامل ودي برضو مسؤولية المجتمع الطبي كامل أن لازم الأطباء يكونوا متمرنين على ده وجهزين ليه بشكل عملي مش بشكل نظري يعني لازم يا دكتور الدكتور لازم يبقى عنده وعي أو عنده يعني زي أقولك experience في كل التخصصات مش لازم عشان هو متخصص أسنان أو بطنة أو قلب فلازم يبقى عنده experience في كل التخصص عشان يقدر يشخص المريض أو يساعده على التشخيص بالزبط وينقذ موقف لو في مشكلة أنا مش هستنى لما أجيب إسعاف أو أجيب لازم أتصرف لغاية لما أقدر بعد كده يجي التخصص يعالج لكن لازم أنا يكون عندي الأمرجنسي لازم أقدر أتصرف فورا فدي نقطة مهمة جدا جدا فحتة الاسترس دي من الحاجات اللي لازم طبيب الأسنان ياخد باله منها جدا إنه ما يعرضش المريض وخصوصا المرضى اللي عندهم مشاكل طبية أو صحية لسترس جامد وده يتوفر بيه بإن أنا أدي بنج كويس ما حسسوش بقلم شديد إن لو هو المريض ده معرض لحاجة يبقى أنا لازم أعمل زيارات قصيرة وما يكونش فيها interference جامد يكون الزيارة قصيرة وهدية يعني يقسم التشخيص على جلسات مثلا وممكن تلجأ لحاجة اسمها كونش السيديشن أنك تدي أدوية معينة قبل الشغل بحيث أنه المريض يهدى وخصوصا لو أنا حاسس أنه متوتر جدا عشان ما دخلوش في مرحلة الاسترس اللي هي ممكن بقى بعد كده تعمل لي المشاكل كلها فلازم لو مريض قلب أو كده بنفضل نعمل الزيارة تكون قصيرة وتكون الصبح بدري علشان خاطر يكون لسه ما تعرضش لضغوطات اليوم فطبع دي من النقطة المهمة جدا جدا بالنسبة للمريض الأسنان اللي عنده أمراض زي كده إنه ما يتعرضش لضغط عصب وما يحسش بألام ولذلك في موضوع الحمل مثلا يعني يقول لك الحمل ما تاخدش بينك طب دكتور إحنا هنوقف عند النقطة دي ونرجع نكمل كلامنا بس ناخد اتصال أم أحمد ألو ألو السلام عليكم عليكم الحمد لله كل سنة وانت طيبة وانت بصحة وسلامة يا حبيبتي وبألف خير ويعود علينا وعليكم بألف خير يا رب يا رب يا حبيبتي تفضلي يا أم أحمد لو سمحت يا دكتور أنا معايا ابني عشرين سنة ودرسه اتقصر خالص يعني يا دبك مفيش ألا بجدور يا طرى يعني دلوقتي أي دكتور أسنان ينفع يزرع لأننا أعجب في الغرداء فمفيش تخصص هنا زرحة فأي دكتور ينفع روح له ويزرع له درسه ولا يبقى فيه ألأ يجب روح لتخصص وفي نفس الوقت سنانو على طول بتتهري وتنزل لوحدها طيب شقين السؤال الشق الأولاني موضوع سنانو بتتهري مفيش حاجة اسمها سنانو بتتهري هي سنانو بتسوس نتيجة إهمال من عنده عدم متابعة وما بيكشفش على الحاجة وما بيلحقاش في أولها يبقى لازم يلحق الحاجة في أولها لما يكون لسه الدرس لسه فيه بقايا يتنظف السوسة ويتحشي كويس يبقى خلصة القصة وانتهت على كده مش هنستنى لما يتاكل خالص أما كوموا تاكل بقى خلاص يبقى هنا الزرع لازم يكون طبعا طبيب متخصص وفاهم وبيعمل إيه ويكون ده تخصصه الزراعة ومش أي واحد وهو الطبيب نفسه هو اللي حيقولك أنا بأزرع ولا لأ هي ما لازم تخصص زراعة عصب مش زراعة عصب ده زراعة اللي هي غرس الأسنان نفسها هو حيشيل الجدر وحيعمل زرعة جوه العظم ويبدأ يعمل لها درس فده طبعا تخصص والعالم كل الوقت بيتجه ناحية التخصص وزراعة بالذاتك منها جديدة شوية فطبعا يفضل أكيد التخصص شكرا لك يا أم أحمد طيب دكتور نرجع للنقطة اللي كنا نسألت فيها حتة الحامل يعني يروح المريض المريضة حامل تقولك أنا مش عايزة أخد بنج عشان أنا حامل وتفضل تسع شهور متعذبة بسنانها وتاخد مسكنية ممكن تأثر على البيب والألم الشديد اللي مأثر عليه علشان ما تخلعش أو ما تعالجش أو ما تاخدش بنج أو كده ليه علشان البنج فيه نسبة أدرينالين الأدرينالين بتعمل انقباض الانقباض خايفين لا يعمل انقباض في الرحم يعمل إجهاض طبعا النسبة اللي موجودة في الكربولة مش ممكن تعمل ده نسبة بسيطة جدا وموضعية ما بتوصلش الدم غير بنسب بسيطة جدا وتوصلش للرحم غير بنسب بسيطة جدا لكن الخوف الحقيقي مش من كده الخوف الحقيقي إن أنا أتيجيلي المريضة دي أو ماديها كربولة من غير أدرينالين فيكون تأثيرها المخدر مش قوي فتحس بألم أثناء الشغل ده أخطر لأن الأدرينالين اللي حيفرزوا الجسم حيبقى أكتر بكتير من الأدرينالين اللي أنا خايف منه في الكربولة اللي ما دتهاش يبقى أنا لأ أدي نسبة الأدرينالين البسيطة دي فأخلي المريضة مش حاسة بألم فنخلع بهدوء أو نعالج بهدوء وما تتعرضش للسترس اللي ممكن يعمل لنا مشكلة كمان ممكن يا دكتور تكون خايفة إن هي كمان ممكن تروح للدكتور فيديها أدوية تأثر على الجنيه وما ده برضو بيرجع للتخصص ما هو خلي بالك إن الأدوية في الحملة ما بنفضلش نديها غير في أضيق الحدود إن الموضوع بيبقى حساس قوي إنها بتبقى حامل فبتبقى خايفة حتى لو بتيجي تاخد أي مسكنات بتبقى كير قوي إن المسكين ده ما يأثرش على الطفل طبعا فعلا في أدوية معينة بنبعد عنها أثناء الحمل والأدوية طبعا خطر ويعني ما تفضلش لكن البنج الموضعي ما فيهوش مشكلة دي رسالة بحب أوصلها ووصلتها في حلقة قبل كده برضو إنه البنج الموضعي ما لهوش مشكلة مع الحامل في أي شهر من شهور الحمل تقدر تاخده في أي وقت بنسبة الأدريالين العادية اللي فيه ويكون أفضل كمان عشان ما تحسش بقلم ما بيأثرش على الجنين ولا الرحم ولا يعمل تشوهات ولا يعمل إجهاض ولا يعمل الكلام اللي كان زمان الناس بتقوله ودلوقتي لغاية دلوقتي بعض لكاترة الناس بتقوله وليقوا بقى مش مستدهين نحن قلوهم ما تخافوش ما فيش حاجة لا دكتور الناس هي حيطة الثقة برده دكتور هي دي أهم حاجة الثقة والوعي الصحي ده اللي لازم يوصل للمريض قبل ما يوصل لأي حد تاني تمام طيب دكتور حناف عند النقطة دي وناخد اتصال سيدة ماجده عليكم عليكم السلامة وبركاته يمكن اكلم الدكتور بعد اذن اه تفضلني الدكتور معاك بقول لحضرتك يا دكتور انا بنتي عندها عشر سنين وهي تفضلني ايوة سمعني حضرتك سمعك تفضلني بقول لحضرتك بنتي عندها عشر سنين وعندها دروس واسنين كانت تتوصت فانا ورحتي وديتها لدكتورة فالدكتورة عملت لها ترابيش على سنها بس هي من ساعة ما عملت الترابيش على الدروس من ساعة ما عملت الترابيش دي دائماً بيطلع لها خراريج مكان التربوش قد يعمل ضد حية ويروح ويرجع تاني وحالياً دلوقتي عندها درس اللي هو برضو عليه تربوش فالتعامل خراس كبير قوي أنا مش عارفة هي دلوقتي عندها عشر سنين أنا مش عارفة المفروضة يتعامل مع الدروس والأسنديات لنا شي للمساوث كله ولا لأ بس أنا كان فيه دكتور قال لي السنة اللي فاتت له ما ينفعش غير قبل 11 سنة أو 12 سنة هو حضرتك الدروس اللي محطوط عليها ترابيش كلها دروس لبنية هتتبدل أو كلها لبنية أو يعني التعامل بقى بيتم مع درس درس الدرس اللي يعمل مشكلة كبيرة فأنا شايف إن عشر سنين هي قربت تبدل خلاص يعني الخطورة من الخلع ما بقتش زي الأول فاحنا ممكن لو الموضوع كبير والمضاد الحيوي مش مأثر والعملية صعبة وعملها لها مشاكل كتير نخلع لكن لو المضاد الحيوي رايح وقدرنا نكسب شوية وقت لغاية ما تقرب أكتر من معادة تبديل يكون أفضل فده بيتوقف على حالة الدرس لو بايز خالص وتعبان قوي ممكن نخلع من غير خوف قوي عشر سنين غير تمانية أو سبعة يعني خلاص قربت تبدل فمفيش خوف كبير من الخلع في المرحلة دي طب ممكن أسأل حضرتك سؤال ثاني بعد إذنك؟ فضالي أنا عندي ابني برضو عنده خمس ست سنين بس عنده درس بيسوي زوة أروح أحشي ولا أعمل فيه طبعا 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 لازم يتحشي بسرعة يتحشي طبعا ست سنين يعني لسه قدامه على ما يبدل كمان خمس سنين الدرس ده لو تشال في المرحلة دي الفراغ ده هتبدأ الدروس اللي من هنا ومن هنا تميل تقفل المكان يجي الدرس الجديد يطلع ما يلاقيش مكان يطلع يطلع في أي حتة يغبط في واحد تاني يفاركش الدنيا نحتاج تقويم يعني هتعلجه تعالجه طبعا حتى لما بنخلع درس في السن ده بنضطر نحط حفظة مكان عشان تحافظ على المكان عشان الدروس ما تلمش بس طبعا لو أنا الدرس عندي موجود وأقدر أعلجه يكون أفضل من أنا أخلع وحط حفظة على الأقل عشان الطفل يقدر يأكل عليه ويستفيد به في فترة النمو بتاعته إلا إذا كان الدرس ضايع خالص بقى مالوش حال لكن لو الدرس موجود وفي مكانه لأ بنعالجه وفي علاجات لدروس بتاعت الأطفال لغاية آخر مدن نحفظ عليها لغاية آخر مدن شكرا لك يا مدن مجدى ناخد اتصال تاني يا دكتور بعدين نكمل أستاذ خالد ألو أه فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت ممكن لكلم الدكتور أه تفضل دكتور وليد معاك أه نسأل تفضل تفضل سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت دكتور النبي عندي دروسي كلها يعني دروسي مخرومة وتعباني وكل ما أكلت يعني الأكل يخش فيها وتقلمني وفي درس عندي اللي هو يعني الصف الأولاني اللي هو قبل الأخير اللي هو الناب جنب منه مخروم وبعدين مش عايز أخلاقه علشان حيبقى مراية حيبقى شكل وحش فمش أقدر أزرعه فليه علاج غير المضادات الحيوية وغير الحاجات دي ولا حشو ولا ولا مش عارف أعمل إيه عشان تعبني بيقلمني أحيانا ولا صايم بيقلمني فمش عايز أفتر من القلم كل الدروس المساوسة والناب المساوس وحاجات دي كلها لازم تعالجها ما تخلعش حاجة ما فيش درس يدخلع أخسارة كل ده بتنظف التساوس الدكتور بينظف لك التساوس اللي فيه وبيحط حشو على حسب لو وصل العصب بيعمله علىك جزور وتربوش لو مش وصل العصب بيعمله حشو عادي وبيحفظ عليه لكن ما فيش حاجة سمعها ان انت تخلع الدرس وبعدين تزرع بداله طالما الدرس موجود اشتغل على الدرس نفسه وعالجه ولو تعالج كويس بيبقى تمام وبتاكل عليه وبيبقى زي الفل بعد كده إن شاء الله شكرا لك يا أستاذ خالد تم عليش يا دكتور برد أستاذ خالد أصار نقطة أنا أقول لك فيه دروس مخرومة مش مساوسة بس كمان لا ما هي مخرومة معناها مساوسة يعني هو التساوس عبارة عن إيه عبارة عن إن البكتيريا بدأت تشتغل على الدرس وتأكل فيه فبدا يحصل خرم فالناس بتقول عليه مخروم لكن هو في الواقع ده تساوس تساوس يعني هو تساوس وبيفضل يوصل لغاية ما يوصل للعصب وبعدين يأكل الدرس كله وبعدين الدرس يبقى على الجدر هي يعني يا دكتور التساوس ده مرض خسير جدا طبعا بيضمر الأسنان نعم بيأكل الأسنان ما هو ده بقى بالمناسبة كمان يعني زي ما الأمراض بتأثر على الأسنان الأسنان بتأثر برضو على الجسم فالبقر الصديدية سواء في اللسق أو في الأسنان وجود الحاجات دي كلها ما هو ده برضو في دورة دموية ماشية والبكتيريا دي كلها بتنزل وممكن تأثر على المفاصل تأثر على الكلا تأثر على الكبد وتأثر على الودان تأثر على الجيوب الأنفية تأثر على كل حاجة في الجسم يعني احنا لازم نأكد معلومة إن أمراض الأسنان أو تعب الأسنان أو ألام الأسنان عموماً بتأثر على الجسم كله بتأثر وتتأثر وعلشان كده بيقولوا الفم مرآة الجسم يعني أنت ما تبصي الواحد مرآة الواجه كمان المرآة الواجه ده شكلاً لكما نتكلم صحياً لما تبصي الواحد وتبصي في بقه وتلاقي بقه سليم اعرفي أن جسمه غالباً سليم لو لقيت يبقه بقه بقى ضايع الليسة ملتهبة ومحتقنة وكده يبقى ده عنده مشاكل غالباً عنده مشاكل فالفم مهم جداً جداً وهو البوابة وهي بداية الهضم وهي كل حاجة فمهم جداً جداً هو من يقولك صحة الإنسان بالضبط كده ده غير بقى حتة الشكل لحضرتك أشارتي إليها طبعاً دي مسألة في ضاية الأهمية موضوع الشكل دكتور أنا عايزة بس استفسر عن حاجة ونرجع نكمل موضوعنا الأستاذة مدام مجدة بتقولي أن ابنها مركب تربوش على أسنانها على أسنانه فهو صغير هو لي هل تشخيص الدكتور ده كده صح إن هو ركب تربوش على الأسنان اللبانية فيه تربوش مخصوصة بتبقى للأسنان اللبانية لما بيتعامل عصب جزئي أو كلي في الدروس فبيبقى الدرس هاش وسهل إنه يتكسر أو بنلاقي إن الدرس ضعيف جداً والسوسة كاليته جامد فمعرض إنه يتكسر بسهولة فعشان نحفظ له عليه بنقوم عاملين له حاجة اسمها كروم ستيل كراون بتحط على الدرس وغالباً بيبقى ready made يعني غير الناس الكبار بنعمله في المعمل وكده الحاجات دي الوقت بقت ready made بتتحط فيه منها sizes كتير بناخد size الملائم وبنحطه للطفل بحيث إنه هو يعيش معاه الفترة بتاعت الدرس قبل ما يتخلع قبل ما يتبدل علشان ما يتكسرش الدرس طبعاً فلا فكرة التربيش رحنا يا دكتور يعني أنا معلوماتي إنه بيقولك نسيب الطفل لأنه كده كده في مرحلة التبديل الأسنان والأسنان هتقع فما بيعملوش بقى يعني ممكن يعالجوه بس مش درجة إنه هو يركبه تربيش لا دي معلومة خاطئة لأنه إنتي لازم تعملي كل حاجة تحفظ لك على الدرس لغاية ما عاد التبديل فلو أنا شكيت إن الدرس ده هعالجه كل حاجة والوجه حيروح لكن ممكن يتكسر يبقى أنا كده إني ما عملتش حاجة يعني إحنا لازم نهتم بأسنان أطفالنا من يعني من أول ست سنين لحال مش من أول ست سنين من أول ما الطفل بيتولد ويبتدي يأكل اللحمية نفسها لازم تتدلك ولازم الدورة الدموية تبقى كويسة وأول ما سنة تظهر لازم نعمله بالفرش وما نديش فرصة للتساوس ونخلي بالنا وإحنا بنحط له الببرونا إن ما ينامشوا والببرونا في بقه عشان سنينه متساوس بتعوج ده من ناحية ومن ناحية تانية تعمل تساوس في السنة فلازم نحافظ من الأول لو أي حاجة نقرت كده في الأول نلحقها بسرعة من استناش لما تكبر وطبعا دي برضو حاجة دي برضو دكتور هنرجع ونقول إن ده عشان ما فيش وعي صحيح خالص طبعا خالص يعني ده برضو رجع إن ما فيش وعي صحيح إن كل أم فاكر إنها حد ما ابنها يوصل لست سنين ولا حاجة ممكن تبتدي تعالج ممكن ما تعالجش عشان هو مرحلة التبديل الأسنين ويبقى الطفل بيأكل شبسيهات وبيأكل سناكس وكده ولا فرشة مفيش أي إشراف من أي نوع فدي طبعا نقطة برضو في منتها الأممية طيب دكتور هنرجع عند النقطة دي وناخد اتصال مدام كوسر ألوه 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 ممكن أكلم الدكتور ألوه 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 إشتراف ألوه 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 لتنظر ألوه 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 سيكون أستعزينك بس تعرق ونأتر نسمعك وتسمعينا وطريك وطريك طيب شكرا لكي حاولي تكلمينا ثاني طيب دكتور نرجع برضو لبرو الأمراض المتعلقة بالمريضة الأسنان وارتباطها بصحة الجسم نعم فإحنا قلنا الأمراض اللي تتعلق بالقلب طبعا وطبعا ضغط الدم من الحاجات المهمة جدا لازم دكتور الأسنان يبقى عنده جهاز ضغط أنا بقى ناشد من هنا دكتور الأسنان يبقى عنده جهاز ضغط ياريت ده أضعف أنا بقى ناشد من حضرتك من برنامجنا أن كل الدكتور الأسنان يبقى عنده يعني جهاز ضغط وجهاز سكر يبقى عنده وعي صحي متكامل المريض قبل ما يبتدي يشخص حالته بالضبط أنا عندي المريض بتاع الضغط فوق المية واربعين على تسعين ده مريض ضغط ولازم أبدأ أخذ بالي وأنا بتعامل معي لو طبعا معدي بقى فوق الميتين فوق يبقى أنا ايه مش هتعامل معي أنا هأجله وأقول له زبط ضغطك ورجع لي لكن لغاية هو رينج اللي هو لسه أقل من الميتين فوق وأقل من من مية وعشرة تحت احنا بنقدر نتعامل معه بس بنتعامل معه بحرص شديد جدا جدا من أي نوع وبابقى مجهز معايا جهاز الضغط عشان لو حس الأول بقس له الضغط قبل ما اشتغل ولو هو بياخد ده وضغط بقول له خد ده وضغط وتعالى وزبط الدنيا وبحيث إن أنا معرضوش لإنه يجي له كرايسز وأنا بشتغل معاه أو ضغطه إيه على فجأة نتيجة الاسترس والقلق أبص ألاقي وهو على الكرسي حصل له أي مشكلة من أي نوع فمريض الضغط مهم قوي إن احنا نتعامل معه بحرص شديد جدا المريض اللي بياخد كورتيزون بقاله مدة طويلة لإنه مريض الكورتيزون ده بيبقى عنده مشكلة إنه الغدة اللي بتفرز الأدرينالين اللي هو مسؤول عن التعامل مع الاسترس الغدة دي بتبقى سابريست يعني ما بتبقاش شغالة كويس فلو هو تعرض الاسترس زيادة زي اللي بيحصل عند الدكتور الأسنان ممكن يحصل له حاجة اسمها أدرينال كرايسز أو تبص يتلاقي إنه فجأة الأدرينالين اللي موجود ما بقاش كفاية ويحصل كومة نسبيته قلت آه ويحصل كومة والطبيب بيتفاجر بنوقف زي لازم طبعا يكون عندنا الاستعداد إزاي نتعامل في حالة زي كده لو المريض جراله كده لكن من الأول أنا حاول أتجنب ده يعني أنا عارف لازم أعرف المريض ده بياخد كورتيزون بقاله فترة يبقى لأ أخلي بالي ده معنان الغدة عنده مش شغالة كويس يبقى معرضوش الاسترس خالص ممكن إنه أنا أبقى مجهز الحاجة اللي تعود نسبة الأدرينالين دي لو حصل أي مشكلة ممكن أأجل العلاق خالص لو حسيت إن السبريشن ده كبير وإنه ممكن يعرضو أن المريض ده سترسفول جدا وقلقان جدا ممكن أأجل وندي بالتعاون مع الطبيب المختص نسب أعلى شوية من الكورتيزون عشان نخليه جاهز إنه هو للسترس اللي ممكن يتعرضوه فدي برضو من الحاجات وبرضو الغدة الدرقية طب دكتور حناف عند الغدة الدرقية بس وناخد اتصال أستاذ جابر علو السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته حضرتك أنا أممكن كلمة الدكتور أتفضل دكتور وليد معاك أهلا بيت حضرتك أنا عندي بنت صغيرة عند خمس سنين ودتها الدكتور عند درسة واجحة عنه في كده في تانية الدكتورة قالت لي ما ينفعش إنه تقلع في الوقت الحالي كمام وعندي حضرتك درس لازم أجد دم لازم أخليه شر دمه عشان يرتاح من من الألم بتاعه عندك درس إيه يا أستاذ جابر؟ درس لازم أنا يخلي أجد أعمل دم من تحت الليس حضرتك عشان يرتاح من ارتاح من الألم بتاعه حضرتك طب بالنسبة للطفلة طبعاً أو ما تخلعش الدرس ويتعالج يتعالج يتحشي أو يتعمل له عصب أو كده لغاية لما شكراً ليجي يا أستاذ جابر ليجي معادة تبديل بتاعه أما بالنسبة لحضرتك فده غالباً حتت بقى أنه هو يقعد يلعب في الدرس بيقعد يلعب لحد ما يجيب ده عشان يرتاح دي غالباً دي اللاسة اللاسة طبعاً عنده ملتهبة واضح إن فيها جيوب والجيوب دي بتبقى جواها بكتيريا والإحساس بتاعه إن هو نفسه يدخل حاجة عشان يرتاح ده ده معروف وده بيبقى محتاج حاجة اسمها إزالة جيوب إزالة جراحية للجيوب يعالج الجيوب بقى يا دكتور يعالج جيوب اللاسة إن إحنا بندي بنج وبنكحة الجيب كويس جداً من جوا بنحط مادة جوا الجيب ده المادة دي تساعد على التقام وتهدي وتحاول إنها تعمل ريجينيريشن للأنسجة مرة تانية عشان الدنيا تتضبط واللي حتلاقي كده هو درس معين لكن حتلاقي بقية دروسه كمان فيها المشكلة بس ما بنيتش بنفسه أسترد كلها علي طبعاً ده بيبقى بسبب ممكن يكون الدروس دي تعادت من الدرس اللي هو أصلاً عنده جيوب هي طبعاً حتة العدوى وردة يدعك بالفرشة يعني لحد ما يوصل لده لا هو ما بيدعكش بالفرشة هو ما بيدعك بالفرشة ما كانش حصله هو طبعاً واضح أنه ما بيستخدمش الفرشة بانتظام فحصل جير وجير بعد كده قلب على جيوب علاوة على ناحية العصبية الاسترس الاسترس من الحاجات المهمة جداً كسبب لوجود الجيوب في اللاسة ويمكن ناس كتير متعرفش المعلومة دي يعني دي لها تأخير دكتورة يعني لو شخص عصبي ممكن يصاب بجيوب اللاسة اه طبعاً ده غالباً غالباً الشخص اللي منلاقي عنده جيوب اللاسة كتير غالباً بيبقى شخص عصبي جداً الاسترس بيعمل حاجتين حاجة موضعية وحاجة كيموية الحاجة كيموية أنه الاسترس وشدة العضلات دي بتفرز مادة المادة دي بتاكل في الأنسجة بتاعت الجيوب بتاعت اللاسة وبتعمل جيوب وحاجة اللي هو أنه هو بيبقى بقديس على سنانه باستمرار والدوز على السنان دي بتأثر على الأربطة وبتأثر على العضم وتبدأ تعمل تآكل ويحصل برضو جيوب فالإسترس لي علاقة جبيرة بموضوع الجيوب اللاسة جي معلومة برضو جيدة يا دكتور أول مرة نعرفها أن الجيوب اللاسة ليها علاقة وطيدة يعني ناخد اتصال يا دكتور أستاذ محمد علو السلام عليكم عليكم بسر ورحمة الله وبركاته ممكن يكلم الدكتورة وسمعته أه تفضل الدكتور معيك عمو عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما يضف لدكتورة عندها سلاشة سنين ماليش أستاذ محمد ممكن توضح صوت حضرتك شوية أما هي أضف لها عندها ثلاث سنين يعني عندك تبقى طفل عندها ثلاث سنين أيوة تمام وسنانا هتكسره خالص وسنانا هتكسره خالص أدروش أوديتها الدكتوري النهاردة قال لي ما ينفعنش يسخلع صغيرة تمام تمام قال لي ممكن لحشيها بص برضك ما ستستحمل الحسف يعني زي الحل في الواقع لا تستحمل الحشو إن شاء الله ويتعمل لها تربيش زي ما كنا بنتكلم مع الأستاذ من شوية بيتعمل لها تربيش شكرا ليك يا أستاذ محمد بس طبعا عايزة تخصص أو دكتور فاهم كويس في الأطفال مش هيحط الحشو يسيب الدنيا لا بيتعامل بطريقة أكاديمية شوية لغاية ما يحافظ على الدرس قدر الإمكان قدر الإمكان نعمل اللي علينا كله لآخر عشان نحافظ على الدروس ثلاث سنين صغيرة جدا صغيرة جدا أنا عايزة أقول لي الدكتور يعني هل هي تتحمل حشو الدروس يعني دي عاملين مش طهلة أنا طفلة ثلاث سنين دكتور وخصوصا الأخصائيين اللي هما بيبقوا بتوع الأطفال بيعرفوا إزاي يتعاملوا مع الأطفال وإعداتهم تبقى مجهزة لده وحتى الدكتور مش أخصائي أطفال بس متعود يتعامل مع الأطفال بيعرف يعمل ولو زهقنا خالص بندي جي إيه بندي بنج كلي بنج كلي ونعمل كل السنان في زيارة واحدة لو ما تحملش البنج الموضعي ياخد بنج كلي وتتعامل عملية كانها عملية كمية بالضبط بالضبط إنما لازم تتعالج وإلا بصي لها كلها من غير سنان ولسه هتبدل عند 11-12 سنة هتاكل على إيه في الفترة ده غير بعد كده هيحصل تشوف شكل الأسنان الجديدة بعد كده وتحتاج تقويم وتبقى مشكلة تقويم يبدو أن يعالج بقى حتة تانية خالص فكده بنقول الوقاية خير من العلاج من الأول ما نوصلش للمرحلة دي نبص على الطفل ونشوف لو أي لون مش طبيعي لو أي شكل حتى من غير ما نشوف نكشف كل ستة شهور نكشف الدكتور يقول لا ده فيه سوسة هنا نلحق على طول نعملها سهلة ما نستناش لما نوصل للمراحل الصعبة طيب دكتور هي أمراض الأسنان ليها علاقة بالوراثة أو ليها علاقة مثلا بالأنيميا بالحاجات دي بالنسبة للوراثة طبعا في علاقة يعني من طفل مثلا مولود عنده أسنانه ضعيفة لسة ضعيفة بتقع شكلها معجوج هل ده لي علاقة بعمل وراسي مثلا فيه فيه طبعا أولا هو حتة التساوس في حاجة اسمها معامل التساوس معامل التساوس ده بيختلف من شخص للتاني معارفوش بالزبط إيه اللي بيتحكم فيه لكن الوراثة غالبا أجمع لمعنى أنها جزء من الموضوع لأنهم لحظوا أنه بيبقى فعلا الأب عنده معامل تساوس عالي جدا والأولاد كذلك فلقوا أنه غالبا الوراثة ليها دخل بس مش بشكل مؤكد ودوكمينتد قوي يعني مش عارفين النسبة هم محدش عارف النسبة بالزبط لكن موجود الوراثة ليها دخل يعني عامل من عوامل أمراض اللاسة والأسنان آه طبعا طبعا وكمان فيه كمان أمراض عامة في الجسم الوراثة بتبقى ليها دخل وبتأثر على الأسنان فلو فيه مثلا مرض وراسي بيأثر على الأوعية الدموية حتلاقيه أثر على أسنان الأب والابن في نفس الوقت أو مثلا بيأثر على العضن كذلك طبعا فيه حاجات وراسية وليها تأثير على الأسنان برضو في نفس الوقت أما موضوع الأنيميا طبعا الأنيميا بتخلي فرصة الناس في أكتر للمناعة أقل فالأنيميا من الحاجات المهمة برضو لازم نخلي بالنا منها وبردو سيولة الدم أو لو مريض جلطة وبياخد أدوية مسيلة للدم فلازم ناخد بالنا لما نيجي نخلع لازم نوقف الدواء بتاع السيولة فترة ولازم نبحرسين آه طبعا 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 دي برضو حضرتك أشارت إليها ونقطة مهمة من الحاجات اللي بنتعامل معها في العيادات أنا بتعلم من حضرتك ربنا بارك لك يا رب طيب هناخد اتصال لدكتور سوس خالد ألو أيها فاندن سواح تسوا عليكم ممكن لكلام الدكتور عليكم سراحة الله وبركاته الدكتور معي فضل فضل أنا شناني دايما دايما بتجيب دم فعندي السنة اللي هي اللي هي السنة اللي هو اللي جفت دم المرايكة دايما بتجيب دم وسناني برضو من جوة دايما أبصة لقيا بتجيب دم أهم النموة لقيا فيه دم أعمل كده بسناني أبصة لقيا فيه دم بتينزل وسناني تعباني جدا وأنا بدخن كنت لسه هسألك عالتدخين أنا بدخن طبعا التدخين من الحاجات اللي بتأثر على اللسم بشكل سيء جدا والنيكوتين مادة سامة للسم بتدمرها يعني فده طبعا اللي انت عبتحكيه ده شكله كده تدخين كنت هسألك قبل ما انت تقول يعني فالتدخين من الحاجات المهمة جدا علاوة على كده بقى طريقة استعمال الفرشة وانتظامنا فيها لازم الصبح وبالليل ونستعمل الفرشة بطريقة صح من جوه ومن بره وندلك الليسة مع الأسنان مش نكتفي بالأسنان بس لازم الليسة بفرشة نعمة في الأول وبعدين نقلبها فرشة متوسطة لما الليسة تجمت شوية ونعدي على الليسة بالفرشة من بره ومن جوه شكل دائري ده مدرسة وفي مدرسة بتقول انه هو شكل كده يعني نص دائري كيرف كده ياخد من بره ومن جوه بحيث انه جنب الفرشة يدلك الليسة وبعدين سنون الفرشة تعدى على الأسنان تطلع فضلات الأكل كمان مهم لو فيه جير يتشال طبعا يعني جير يتشال برضو لو عصبيا نحاول نبطلها أنا بتأثر على الليسة يبقى احنا الجير يتشال عصبيا نبطلها السجائر نبطلها الفرشة نعملها بانتظامه بطريقة سليمة حنبص نلاقي الدنيا تزرطة نتكلم بقى عن تأثير التدخين على الأسنان اه مانا لسه بقول تدخين مش على الأسنان وبس ده على كل الجسم اه طبعا يعني هو شيء مؤسف ومزعج جدا لكن بالنسبة للأسنان طبعا نيكوتين له تأثير ضار جدا على أنسجة الليسة واحيانا يوصلنا لقدر الله لسرطانات يعني نيكوتين من المواد اللي احيانا تغير في تركيب الخلايا فتؤدي إلى سرطانات في الليسة أو في اللسان يعني قد بيستقول لها راكة للسرطان اللي هو بيجي أو الخد أو كده آه آه طبعا التدخين له باع كبير وسبب كبير من أسباب سرطانات الفم التدخين من الحاجات المهمة ربنا يعافي لكل مدخن يا رب يعافي يعافي كل الناس منها يا رب يا رب ناخد اتصال يا دكتور نادى له سلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم نتكلم الدكتور وليد اه تفضلي الدكتور وليد معاك ازيك يا دكتور الحمد لله اهلا بيك بقول لخضرتك يعني انا مش بصر مثلا اي مبئات ولا شاي ولا اوى ولا اي حاجة بس عندي مشكلة من زمان ان دروس العقل والعالي اساسا مساوسة يعني طلعالي مساوسة الوقت ان عام بيكونوا 30 سنة عايزة عارف من حضرتك اخر سن للتقويم يعني التقويم اخره كم سنة ونروس العقل طلعا مساوسة دي طلعا مساوسة ليه التقويم يعني انت انت بتسألي عالتقويم ده سؤال لي علاقة بدروس العقل ولا ده سؤال تاني لا ده سؤال كيني اخر سن للتقويم كم سنة مفيش سن للتقويم بس كل ما يكون اصغر كل ما يكون افضل لكن تقداري في السن ده تعملي تقويم انا سألت دكتور قالي بعد 35 سعب جدا لا لا مش صعب جدا بعد 35 يعني عايزة طبعا مساوسة دي طبعا من زمان مساوسة قوي ولا بستعمل فرشة ومعمون ولا باش ربق اهوى ولا شيء ولا اي حاجة من اجدها خالص لا بوسي هو التقويم ده سؤال وموضوع التساوي السؤال يعني دول ايجابتين يا أستاذا نادا التقويم حاجة والتساويس حاجة يعني تسنانك من لغبطة وعايزة تزبطيها يعني السنان من لغبطة اه عايزة عامل تقويم بس عايزة على ساحر السن كم كنت عايزة تقويم تاني دروس العقل طلعا بترويسها ليه طيب دروس العقل طلعا في مكانها وكبيرة ووضحة وموجودة في مكانها ولا معووجة او مش وضحة او مش ظهرة طيب زيهم زي اي درس يتحشوا عادي ايه المشكلة طب حضرتك ايه السبب يعني لا مفيش سبب السبب انه هم بعيد شوية هم بعيد في البق شوية فانت ممكن تكوني وانت بتغسري سنانك ما بتوصل الهمش كويس فكانوا اكثر عرضة من غيرهم للتساويس بس مش اكتر لكن بغض النظر عن السبب المهم تعالجيهم والعلاج هو هو بالنسبة لأي درس زيه زي درس العقل مفيش مشكلة وما تخلعيهمش كمان بدال كويسين وموجودين في مكانهم عالجيهم شكرا ليك يا وسادة اما بالنسبة للتقويم فلا تقدر يتعمليه في السن دا وبعد السن دا كمان يعني ملوش سن معين التقويم يعني طبعا كل ما بنكبر يعني بيبقى اصعب شوية لكن بيتعامل يعني لازال التقويم يتعامل في اي سن هو بسطة عشان يعني التحامل اسنان او تثبيتها بياخد وقت هو علشان التقويم بيعتمد على انه بيضغط على العظم فبيحرك السنين فطبعا كل ما السن بيجبر حركة العظم بتبقى مش سهلة زي الاول لما يكون طفل بيبقى العظم اسهل لكن معلومة 35 سنة دي مش عندي يعني الحد سن الاربعين ولا ايضا؟ يعني وممكن اكتر كمان يعني ممكن اكتر مع شيء من الوقت اطول شوية مجهود اكتر شوية نتائج مش زي المنتظر قوي لكن بيتعامل ودلوقتي فيه اصبح فيه تقويم فيه تقنيات في التقويم غير التقويم اللي احنا نعرفه يعني غير التقويم البراكتس اللي بتتحطه وكلام ده لا فيه دلوقتي تقويم غير مرئي وبيتعامل بمجرد انها بتحط تري بس فترة معينة ونغيرها ونحط تري تانية وثالثة وربعة لغاية لما نوصل لمرحلة معقولة جدا وده يعني برضو بيعتمد على حركة العظم وكل حاجة بس بيتعامل بيتعامل في يعني بس دلوقتي للتقويم ده بيأثر على الأسنان من حتة لون الأسنان أو التساوس لان الناس برضو ما بتبقاش عارفة انها تخسل سنانها يعني التقويم يعني بيعمل زي ما يكون بيقفل المسامات يعني ما بيعرفوش يوصلوا بالفرشة للسنان عشان يخسلوها كويس طبعا البراكتس اللي بتتحط البراكتس اللي بتتحط بتبقى محتاجة رعاية مضعفة للسن بتبقى محتاجة رعاية مضعفة للسنان البراكتس اللي بتتحط يعني قصد ان اللي بيعمل تقويم ده أكثر عرضة للتساوس أكثر عرضة لمشاكل اللسة كمان آه طبعا عشان كده لازم يعتني أكتر ويخلي باله أكتر وأحيانا بيضطر بعد كده يحشي حاجات أو يعالج لسنان يعني بعد ما بيعالج التقويم بيطاري لما يشيل التقويم بعد كده بيلاقي عنده أمراض تانية خالص بالزبط كده بس أحياناً بيبقى ضرورة لازم نعمل التقويم يعني ما لهاش حل وبعدين مع الرعاية بنقلل قدر الإمكان مضعفات دي يعني هل لها فرش معينة أو استخدامات معينة؟ آه طبعاً طبيب التقويم لما بيحط البراكتس بيدي instructions وبيقول للمريض هات كذا وهات كذا وهات فرشة كذا وتعامل بطريقة معينة كذا بحيث أنه هو يقول له كل instructions تحفظ له على اللاسة قدر الإمكان قدر الإمكان بصبارته بيبقى فيه عرض أنه هو يبقى عنده إصابة بعد كده وارد طبعاً وارد آه وارد طبعاً هو وارد من غير حتى براكتس بأكيد بس مع البراكتس طبعاً الفرصة زي ما حضرتك قلت بتبقى أكتر الإمتكشن بيزيد ممكن اللاسة بتبقى بعيدة برضو عن المساجينج بتاع الفرشة فبتبص يتلاقي لا بتتأثر الضغط اللي بيبقى معمولة على اللاسة من البراكتس طبعاً بتأثر إلى حد ما فلازم بيبقى يعني المريض مهتم جداً بالقصة بتاعت رعاية اللاسة في الفترة بتاعت التقويم دي طيب دكتوراً أنا يعني أباك تنصح مشاهدينا ببعض النصايح أنهما زي يهتموا بأسنانهم يعني لتجنب العرضة من الأمراض اللي ممكن تكون لها تأثير على الجسم حفاظاً على إسمان هم نقطتين النقطة الأولانية استخدام الفرشة بانتظام والطريقة صحة والطريقة قلناها من شوية والانتظام يعني مرتين أو تلاتة في اليوم بالنسبة للأطفال نحاول نخلي السناكس في وقت واحد في اليوم وبعدها تحت إشرافنا يقوموا يغسلوا سناكس مش طول ما هم قاعدين رايحين نازلين بياكلوا حاجة احنا عندنا ولاتنا الدكتور 24 ساعة لسناكس وحايد جولت جب يعني حتى غسل الأسناكس دول ما نقدرش عليهم 24 كريباً بننسى يا دكتور على فكرة والله لا طبعاً ما دي نقطة مهمة جداً دي إحنا حتى الفاست فود والحاجات دي من الحاجات اللي بقى اتصرعت موضوع التساوس وكده الناس بتاكل في الشارع وبعدين بتغسلش اسنان فدي نقطة مهمة جداً الحاجة بقى المهمة التانية لأن كل ده مش حيمنع برضو أن يحصل التساوس يبقى التشيكب بقى التشيكب إننا ألحق أكشف كل ست شهور بحيث إن لو في حاجة ألحقها في أولها لا حتاج أوصل لعصب ولا حتاج أوصل لكراون ولا ألحق الحاجة في أولها سهلة فبالتالي ما ديش فرصة إن المواضيع تكبر يبقى المراعاة والحفاظ بالفرشة والمعجون بطريقة سليمة وبانتظام والتشيكب كل ست شهور لو عملنا كده ما فيش مش هيبقى فيه مشكلة والوعي الصح يا دكتور آه طبعاً نبقى فاهمين ما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال الحلقة دي يعني على قد ما نقدر لا إن شاء الله لك طبعاً ناخد آخر تصوير معنا أستاذ محمد ألو أهلاً أسلام عليكم عليكم السلامة وبركاته حاضرك أنا بس أحسن بس إيه أساب التسوير يعني تسوير إيه اللي بيخلي سانت تسوير أكثر حاجة تسوير تسوير في الضر ماليش أستاذ محمد ممكن توضح صوت حضرتك شوية عشان أقدر أسمعك بقى حاضرك يعني أكثر حاجة تسبب تسوير الأسنان بيسقع عن طبيعة التسوير يحصل إزاي أكتر حاجة بتسبب تساوس الأسنان أه يعني أنت عندك تساوس ولا أنت ما عندكش أنت عايز معلومة معينة عاجلة أقوى أنا عملت كده عشر الدروس لكن كل فتحة بقى اللي فيه تساوس الأسنان وفي نفس الوقت أنا عابلت أشوف أخذ درس كده من فوق ما فيه في الدرس اللي قابله مسافة صغيات أحيانا بتجمع فيها الأكل فتسأل لي ما لاش حال هل تستعمل خد الطبية عشان نشيل ده أكل أو كده لا دي جيوب برضو ما دي جيوب في اللاسة مفروض بتزالج راحيا وبعد كده بتتحط مادة جوه الجبدة عشان تساعد على الالتقام والفراغ ده يقل وما يدخلش الأكل زي الأول دي حاجة حاجة تانية التساوس أنت لو أي درس حطيت عليه لقمة عيش سكر أي نوع من أنواع الغذاء وسبتها من غير ما تتشال لفترة مناسبة هتيجي البكتيريا اللي موجودة في البقى تشتغل عليها ومخرجات البكتيريا دي بتطلع حند الحند ده يبدأ أياكل في الدرس طيب أياكل بنسبة قد إيه وفي كام درس من الدروس وعندك إنت أو اللي عند غيرك دي اللي بنقول عليها معامل التساوس وهي مختلفة من شخص الآخر ومحدش عارف سرها إيه لكن المهم وارد جدا أنه يحصل التساوس طول ما إحنا ما بنرعيش نشيل فضلات الأكل أول باول من على الأسنان شكرا لك يا أستاذ محمد طب نرجع دكتور نكمل النصايح اللي ممكن نقدمها لمشاهدين وإنا شايفة أن كل المشاكل عند الناس التساوس طبعا ما هو التساوس واللاسة هم أكتر مشكلتين في الأسنان يبقى الحفاظ بالفرشة والمعجون طريقة صحة والتشكب وموضوع حلقتنا بقى اللي هو أننا نزبط صحتنا بشكل عام لأن لو زابطنا صحتنا بشكل عام هنتجنب كتير من المشاكل اللي ممكن تصيب لو أنا زابط العدم بتاعي يبقى عدم الفك مش هيتأثر ومش هيتاكل والسنان مش هتتلخل لو زابط السكر بتاعي والقوعية الدموية وكده يبقى مش هبصة ألاقي أن الاسة بتنزف والشرائين ضعيفة والدنيا وكده فهي الفكرة كلها نحافظ على نفسنا بشكل عام والأسنان من ضمن ولازم نقول للناس أن علاقة الأسنان صحة الأسنان لها علاقة كبيرة جدا بصحة الجسد أتمنى يكونوا أدراكوا ده بعد الحلقة يارب يكونوا استوعبتوا موضوع حلقتنا النهاردة ونكون استفدتوا من دكتور وليد بكل المعلومات اللي قالها عن ارتباط صحة الأسنان بصحة الجسد بشكرك جدا دكتور وليد شرفتنا ونورتنا في قناة الصحة والجمال شكرا لك دكتور وليد عدنان أخصائي طب جراحة الفم والأسنان بشكركم مشاهدينا بشكل زملائي في الكنترول والستوديو بشكر مخرجنا الجميل محمد سمير وبشكركم وشوفكم على خير